السلام عليكم ورحمة الله في قناة عبدالسبور مرحبا بكم داخل وطن وخارج الوطن خاوتنا الكرام غاليان غاليان في بلاطوات تنسية على ترشح حسين هذا جنيح ولو اسمه اللي رشحوه كانوا تكلموا السبب اللي رشحوه وكانوا ذكروا عدة اشياء كاين ناس راهي معارضة وكاين ناس راهي معايدة لترشحوا وكشفوا اسباب ترشحوا كاين واحد البلاطو راح تشوفوه الان ستنداهشون ستنداهشون وشوفوا ملامح الوجه لما كانوا يتكلموا على الجزائر انا هذي اللي احبت انشوفها شوفوا ملامح الوجه الناس اللي كانت في البلاطو تتكلم تتكلم بوحد طريقة على الجزائر وطريقة ديالهم مكانش نورمال موش نورمال ستنداهشون الفيديو الاول للمؤيد وهو المؤيد اللي كان قال انه داروا فتنة بالفيديو المحلل تونسي عبدالباقي بن مسعود هناك نية لخلق فتنة بين تونس والجزائر بسبب انتخابات عضوية الكاف كانت تكلم عبدالباقي بن مسعود قال لك هناك نية اللي يحبوا يديروا فتنة بين جزائر على جال كورت قادم و جياحة احنا الكاف ما سحقوهش مع الأخير نقولكم واحد الحاجة ما تروحوش بعيد من مصلحة تونس هذا عبدالباقي قال لهم الا تترشح وتساند رئيس الفاف واليد صادي لدخول الكاف وقال لهم المصلحة العامة لتونس تقتضي مساندة مرشح جزائري وقال لهم وليد صادي سيكون له وزن في الكاف ويدافع عن مصالح تونس هذا الفيديو الأول لكن الفيديو الثاني ستندهشون أخواتنا الكرام تابعوا معنا الفيديو وننصحكم بمشاهدته باش تعرفوا النية تعناس والنية تعناس أخرى تابعوا معنا الفيديو أخواتنا خلينا قولوا حاجة أنا مرة الأخرى قتلك راهو من مصلحة تونس أنه ما تترشحش وأني تساند المرشح الجزائري وليد صادي رئيس اتحاد جزائري لكورت القدم رأني ما زلت ثابت على موقفه هذا طيب بعض قولك عليه وليد صادي يخدم مصالحنا أنا جايك حاس برايك أنا جايك واحدة واحدة أنا جايك الانتخابات تم اشتاقع في مارس وتونس تفقوا وتم تحديد اسم مرشح للانتخابات هذه علما واني هي بلاسة واحدة اللي كان فيها وديع الجهري ربي فرج عليه هذيك هي البلاسة المقصودة معنا يدخلوا له واحد واحد وياخذه ياما مش يدخلوا توسي وتزيري باعتبار ثم ليبي وثم مغربي وثم موريتاني دي جاه موجودين بين في فاوكاف هلور قدامنا ياما ننسحبوا واخنا وخليوا تزيري كما الجزائري انسحبت وخليتنا المرة الأخرى توسي ياما مش يدخلوا في منافسة احنا وتزيري باعتبار ثم لي حاسب الكوالي الاسم اللي تم اختياره حسين جنيح حسين جنيح نعم حسين جنيح هو مرشح مرشح المتفق عليه طوى في الجامعة ومش يكون هو معناه اذا كان داخلين انتخابات هلور قدامنا مليدير يعني وأعضاء هاي التسميع حسب حسب المصادر ساقسينة يقول وما غير ما وضحوا تعليمات ملفوق تعليمات ملفوق كما قال يعني السيد عبدالله قليل هاذا اشقالون هاذا اشقالون وانا ماذا بينا الملفوق هذو ما يوضحوا به على ان اساس تم اختيار حسين جنيح احنا اتسأل يعني كنت يقالك على اساس على اساس تعليمات ملفوق اما القضية رأي ماش قضية ترشح حسين جنيح وترشح عبودة قضية قضية وضع المسلا الكل في اطار هالعام بما في ذلك الاطار السياسي شكون اللي حب ترشح موتسيبي وكلهم وهذه عبر فيه موتسيبي كما يدير في الكونغري الاخير في هذي سببه وكما يدير حشته بالتسريع بصبال الاربع مئة وخمسين دولار جامعة تونسية لانه مخلوق في الفلوس والدنيا مسكرته تعرف قديش شارج الماس سالاريال متاع الادارة في الجامعة 500 مليون وضع متأزم بشكل اصابة الجامعة بوهن يخليك يزبك تحشم على روحك باش تترشح للكاف لانك في وضع متاع 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 عليش موتسيبي والكلون متاع موتسيبي حبوا رشحوا تونسي لانه يارفوا تونسي في الوضع هذي سيعتمروا بامرتي ومش يكون واحد منهم مليونات فيديو هو وديع الجريلي تسمى كان بلوزو موين واقف على السقي وديزوم بين قوسين قبيح شوية في الاربع سنين شا عمل عام عداه رب يفرج عليه وثلاث سنين لخرج فيها حات شي فيها انصياء للوبي هذيك الشي حب نعمله هولو امه يحبوا اعودوا الوماية سيناريو باش يتخلصوا من وجود تزيري قليل يش جميز عشق مايقولوا inferiش يعمل ثورة اما يش جميز عشق انا في الايطار العام ثم حتى نية خلق بتورباسيون فالعلاقة بين تورس والتزير في الفترة هذي ثم ناس احب توصل لها هذي انا منتيحش فيه البياج هذي انا تزير مرة اخرى سايبتلي البلاسة سايبها الهتاو محناشي على على منصب في كاف انا نسبب خلاف او نسبب نقطة كهلة هكا في علاقات اهم لانه مصير بلادي قبل الكاف وقبل الكورة فانا معكنا وخاصة انه وليد سادي سيكون له وزن وسيدافع على تونس طبعا سيدافع على تونس وبشيخد مننا مصالحنا نوعا ما داخل اسوار الكاف به لو مايكونش ماريونات شرتوه مايكونش ماريونات في دين الناس اللي تحبته وسيجردوه معناها غادي يستعملوه كم نحبه عن سبناك حالة حالة جزائري لكورة القدم راو عنده وزن كبير يعني اكيد جديد القرى الافريقية كثير منها برشة حاليا المصلحة العامة لتونس تقتضي مساندة مرشح جزائري بخلاف حسين جنيح اني قلت انتي انه ربما يتم ترشيحه مش ربما تم الاتفاق والحسين جنيح انتي ما تراشفه ما اسمها على الساحة يودي انا ما عنديش اشكال انه يكون حسين جنيح واليكون رشيد زمرلي ولا خلد القربي موش هذي المشكلة المشكلة توك تقول لي انت انتي ماش يرشحوني انا اي دكوردو نقولو يا ولدي راو بلادي قبل توه راي مصالح بلادي تقتضي يا سيدي يا اخوي خليها تتفضي على مستوى عالي ما وقلته من الفوق خليولي من الفوق كي تسكوئت رؤسي دولي تفهموا فيها عليها البلاسة وتفقوا عليها ونخرجوا بحل توفيق يا اخوي بين بعضنا زاير تونس راو القاضية سادي باس لفوتبول راي المسألة تتجاوز لترنت فوتبول راي المسألة تتجاوز كل هذا ناس استهدف في تونس ناس تحب تبلعنا حتى مع حبابنا حتى مع صحابنا على جيل حكاية فرغة القادم خالد كيفاش نجمو اتصاليا كيفاش نجمو نعتبرو ترشح حسين جنيح لانه تداولنا في الحصة الهناه انه كيفاش بش نقول احنا كتونس غير ممثلين في المكتب التنفيذي القادم خبر كيفاش نجمو نعتبرو حسين جنيح يترشح للعضوية اول حاجة قبل ما نحكيه على حسين كشخص نحكيه اليوم على تونس وعلى تواجد تونس في الهيكل الدولية والقرية قرية ابريتو حسين جنيح تونسي ويمثلنا ويمثل الفكر الجديد متع المسير التونسي الجديد بقطع نظر على الاسماء واجب وجوبا كليا على تواجد تونس في كل الهيكل القرية والدولية وهذا يدخل في سياسة الدولة السياسة الديبلوماسية الرياضية اللي غابت علينا من زمان ومخدمنا هاش وهنا نحب نبلغ وزارتنا وزارت شؤون الشعب ورياضة رجاء نقف مع ولادنا وكل ممثلين في الهيئات القرية والدولية في كل الاختصاصات حسين جنيح عنده من الخبرة أشياء الكثير تدرجة في المراحل التسيرية متاع وللأمانة بداية بنجم السياح ليوصلنا للمكتب الجامعي ثم في الاتحاد الافريقي لكل القدم حسين جنيح يمثل جيل جديد حسين جنيح يمثل فكر آخر اليوم علينا كن نقف الكل مع أي تونسي مهما كان الاسم متاعه نقف معه ندزه معه من خليش المكان متاعنا فارغ للأمانة لأنه احنا اسمنا تونس اسمنا كبير وتونس رأي فاعلة في افريقيا والاسم انتاحا كبير ويزم يكون وازن عارف على اشقاد ما نخليش المكان متاعنا بالتوفيق حسين لكلنا معاك وان شاء الله القادة بخير لتونس بلايسنا ما نخليهم لحتى واحد ما نخليش بلايسنا مع كل الاحترام الأشقة بلاستنا ما ياخذهن حتى واحد بلاستنا ياخذها التونسي حسين او غير حسين المهم التونسي يكون موجود على كونسي هذيك في المكتب التنفيذي متاع الاتحاد الافريقي لي كرة القدم ولهنين نجمع حاجة ما نفهمش فيها برشا ما نحبش نحكي فيها برشا حاجة بركة اللي نفهمها اي اللي انا نتمنى انه في كل انستانس موجودة فيها تونسي وفيها عليك نور اي شكون كيفاش عليش بلاست شكون بلاست شكون اذك كلها انا ما نيش ثم حاجة خليش ما كتعرفك يا زيما للعابة على انتخابات والسياسة كل ثم دولاب كبير انا ما نفهمش فيه وما نحبش نفهم فيه بلايك نتواصل شوية مع معاك حسين اليوم فوزي لقشة اصبح شخصية نافذة في الاتحاد الافريقي لكل القدم ما تقول ليه كيفاش اصبح نافذة فوزي لقشة بسياسة المملكة المغربية دولة سياسة دولة كينا باش تحط انتي فرد داخل هيئة او انستانس دا كانت قرية او دولية رو يلزمها برشة خدمة عليش قلت ان اليوم اتدي بلوماسية رياضية يعني انت خالد ما نقول انت دعم يلزم يكون وطني على حسين جنيح طبعا مش على حسين جنيح على اي تونسي يدخل واحد يلزم يكون دعم وطني ودعم دولة كينا لي حسين جنيح وهذا هو المكلوب اليوم هذا هو المكلوب حتى لو كن مكنش حسين رو مش نقول لفس كليه تونسي تونسي اهم شي يلزم يكون تونسي موجود او ما عندك شكون يدافع ليك خطر رو بشتصير ديما ملفات ليتيج معاك مع النوادي اخرين في شامبيونيس ليك انا نحبث تونسي وفاعل بيانسور مش انا اخفر كل ما عندك تونسي فاعل رو تستحقوا في برشة حاجات ولي ما عندوش ممثل ليه حتى لو الاشقاء الكل يدزوا معاك اخويا ايو كدزا خفيفة وكهو ما يبكي لك كان شافرك وكما ينضيب لك كان ذافرك المقال الوثال التونسي بتاعنا في وقت بليدي ومبعض البقية في وقت تعالى اكو شتو معنا الفيديو خووتنا الكيرام شتو الناس كيفاش تدافع على على ناسها شتو هذه هي اللي كنا مقبيل دائرين لايف مع مونير بن قاسي قال لك لازم انتوحده شتو الناس الصحفي الاول عبدالباقي بالمسعود قالهم اني حاب الجزائر تبقى وحدها وتونس حب احب يرجع حسن النية لدارتها الجزائر سحبته خلات تونسي واحده هذا ما حبوش هذا الصحفي عبدالباقي قالهم نورمامون رجعوا لهم الخير لانه لو يحكمها تونسي تونسي راح يكون ماريونات في يد لقجع والاخرون خووتنا كيرا في يد لقجع وفي يد موتيبي قالك يكون ماريونات قالك لكن لو يكون جزائري راح تكون الند للند ويكون يدافع ايضا على تونس لكن في البلاطو الثاني كانوا كلهم ضده قالك من مدوش بلايسنا هكا بهذا الكلام هننتكلم كما هما يعني بلايسنا من مدوش بلاستنا لأي واحد لأي واحد قالك تونسي يضيها ومن يهمنيش الاسم يعني ما يهموش كون احنا هنا يقعدوا يطبلوا الهذا الهذا قالك ميهم منيش كون اسم لكن تونسي لازم هو وليدها اشتوق هذه هي التوحد والتوحيد اللي كنا حابين وتكلمنا عليه مع مونير بن قاسي هذه هي تونس وهذه هما تونسة لي من جمعوش الشعب لا ما خليها هدك منيش تكلم على تونس كالشعب انا نتكلمه رياضة هذه هي لم ترد ترك منصب شاغر بشدةه وليد صادي يعني الان وليد صادي راهو في بعد ما كان الحصان الابيض نقول واحده في الشان قام دخلوله التونسي منا الموريطاني مليهه حيزيد الليبي مليهه يعني صعبة وصعبة جدا خوتنا على وليد صادي هذه هي خوتنا كرام هذه عبرة ناخدوها وهذا الفيديو ان شاء الله يوصل للبلاطوات دينا اللي التوحد بناتنا مكاش هذا يكره هذا هذا يحب هذا 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 يهضر على هذا وداي من المشاكل في البلاطوات خوتنا كرام ما عندي ما نقدر نزيد نقول انا نقول لهذا ما قاعد يتكلمه ان الجزائر لا تستحق مقعد في الكاف لاننا بكل بساطة انتم محياتكم قاعد 188 وتقولوا انتم في الكاف مدي توالو انا نقول بلي الجزائر ادات كاسي افريقيا من هناك من ام الدنيا مصر على بالي بني تقولوا لي تونس اداتها بسعدتها في بلادها مداتها من خارج الوطن شكرا لكم تابعونا بقناة عبدالسبور فعلوا جرس سلام